هذا الطفل حظي بتكريم في مسابقة فارس القرآن كأصغر حافظ للقرآن نعم الطفل يحيى من البليدة حفظ كتاب الله وعمره لا يتعدى العامين إنه آية من آيات الله تقول والدته يحيى آية من آيات الله سبحانه وتعالى نطق بالقرآن وهو في عمر لا تتعدى سنتان أو الآيات التي قرأها يحيى هي مواضع السجدات كان يتصفح القرآن ويبحث عن مواضع السجدات ويقرأ بقوله سجدوا ما نطق به يحيى فجأ أمه وتسألت كيف لرذيع يتلو آيات من القرآن الكريم في هذا السن بدأ يقرأ يحيى القرآن بعد البسملة الآية الأولى من كل صورة مع تسمية الصورة يتصفح من البقرة إلى الناس والعكس حفظ يحيى الفهرس بمفرده يعني أنا كنت مندهشة في الأمر يحكم المصحف ويقرأ كل صور ومع يقرأ الصورة من الفهرس ثم يتلوها دون أن يراها من المصحف ذكر رحمة ربك عبده سجدية إذ نادى ربه نداءا خذية يعرف سبحان الله أسامي المشايخ مع أصواتهم لا يخطئ فيهم لا يخطئ في الحواميم يحفظ الأحاديث في الأولى الأخيرة من تكرار سماعي لتحفظ الأطفال حفظها تحفظ الأطفال صحيح الأسكار المقادمة الله لا 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 يحيى يقض رضي الله صورة محمد صورة محمد يحيى آية من آيات الله وقد يكون له شأن كبير في المستقبل كما قد يكون نسخة مماثلة للطفل عبد الرحمن فارح الحاصل على جائزة دبي للقرآن ولله في خلقه شؤون